اشتركوا في القناة 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 وبشر وبيحسة طبعا بوصله طبعا الكلام ده. لكنه الحقيقة النهاردة قدم يعني عاز اقول حاجة مش هتتمحي ابدا ان هو اخلص لاخر اللحظة وكان سبب كبير جدا وبان تأثر الجمهور واللعيبة طبعا مع النهاردة بتمنعه التوفيق طبعا وكان فيه ميزة انه واضح كان ممكن جدا يخدع نادي الزمالك ويفضل انا معكم وامور زي كده وتلاقي شأنه شأن الناس اللاعب قبل كده كانوا لما كانش عندهم حتة الاخلاص والانتماء قوي فبتلاقيهم في يوم وليلا لحهم بادهم لكن هو النهاردة راجل واضح بلعب لاخر اللحظة بشارك مع نادي الزمالك فيه اخلاص لاخر دقيقة فيه امان لاخر دقيقة مش كده النهاردة كاميري الزمالك هتفيت له كتير اوه يستحق والنهاردة بيقدي وده نموذج حضرتك لازم نشوفه برضو ان اللاعب لازم يقدي لاخر اللحظة في النادي اللي بنتمي ليه عقده اه عارفت انت عادي بحلم المسلمات بالمناسبة بس هي ما بتتملش عندنا اللاعتي عندك عقد وانا قلت الكلام ده مبارح عندك عقد وعايز في اخره ما تكملش في الفريق اللي انت فيه خلاص كمله الاخره باحترام وباحترافية وانت حر بعد كده جميل تزعل بقى كان نفسها تكمل ما تكملش بس هو ما عملش حاجة غلط لا خالص هو منطل احترافاء اللي عمله وراجل حتى ما عملش حسابه ولا قلق من جمهور ينتقدوا ان هو يمشي وحاجات زي كده راجل تعمل باحتراف زي ما قلت من اول دي الموجود الاخر دي الاهم ان هو بيقدي يعني ممكن ان انا شارك بمجرد ان انا شارك وقولوا يا جماعنا بالعب اقول اخر مباراة لك ان هو يبقى حريص على على ان هو تبقى نهايته او في معنات الزمالك كمباريات ان هو يبقى سبب كبير في المكسب او جمهور يهتف له او باداءه راكدة ده حاجة تحساب له واتمنى ان شاء الله ان كل اللاعب يغضوا مسأل قدامهم بعد كده لازم تقدي من اول دي الاخر دي صدقني لو عمل غير كده ربنا ما وفقهش في اي مكانتين صحيح نسى بكملين مع النجم الكبير كابتن عبداللطيف الدماني بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا اهلا بحراتكم مرة اخرى استرم شرفني وبنوارني النجم الكبير كابتن عبداللطيف الدماني اسألك كمان عن اشكبال لحد لوقتي مؤثر لحد لوقتي نزور في المباريات مؤثر حتى لو انت قتل نهاردة انه تكتكيا كان ممكن يتأخر شوية التبديل دي بش كابتن دايما مؤثر في نزور الملعب دلوقتي هو البضيفة على كلام حضرتك انه حتى مؤثر اداريا بمعنى انه قائد للفريق حتى نشوفه حتى بما قريب من الجهاز قريب من اللعيبة عامل حالة جيدة جدا ده دور القائد طبعا دور الايجابي اللي بنشوفه لكن على المستوى الفني يمكن باستثناء مراطن اليوم كانها ظروف خاصا الزمالك طبعا بدأ يتراجع طبعا بحكم سراميكا خسران ثلاثة في الشيكة بالا طبعا مع حكم السن والعمل دي ما بقدرش يلعب في مساحات المساحات الكبيرة طبعا لكن طبعا في الملعب ببلوه دور مؤثر ودور فعال وكفاية وجوده في الملعب صحيح يعني اللعيب لما بشوفه في الملعب بيقدر ان هو يهتم بكل كبير وكل صغيرة بنشوفه في المباراة سابقا بيعمل حاجات ما كناش بنشوفها يمكن شوالي كان بنزل لدافع ما كناش بنشوفه هو في سن أصغر أو في عز مجدوك ما كانش يقدر ينزل لدافع حاليا بيقدر ينزل بحاسس اللعيب ان لازم تلاتة بونت مهمين جدا صحيح بيحاسسوا من اللازم يحافظوا على تلاتة بونت هو عامل حالة بين فنية وبين إدرية نكحة جدا كغائد كمان شايف أبو جبل طريق حامد مش موجودين ودول كن كنبات للفرقة وحازمان مصاب فما فيش غيره طريبا وجهة نظر ان هو ممكن من لعبة الأدام اللي موجود فالحمل كله عليه دلوقتي لكن بيقدر الدور بتاعه بكل نجاح وحاجاته حساب له ان هو في السن ده وبيقدر بيكون في حالة من الاستقرار في الملعب استقرار إداري بيحافظ زي من اللعبة دايما تحسنه مع الجهاز الفني وما بيعتاريتش يلعب خمزي إلى بشر دي لأوروبيس عام حساب رؤية الجهاز فحاجة تحساب له طبعا صحيح عايز أقولك أنه فلاديمير بيتكوفيتش فلاديمير بيتكوفيتش أصبح من الأسماء القريبة جداً كمان لمنتخب مصر ودخل بقوة جداً ضمن الترشحات لتدريم منتخب مصر هو مدرب كرواتي بوسني ودرب منتخب سويسرا ولاتسيو الإيطالي بردو الفرنسي عدد كبير من الأندية السويسرية سيفي محترم إلى حد كبير وهو أيضاً من الأسماء اللي بقت مرشحة جداً أنها تبقى موجودة عايز أقولكم كمان أنه المدرب اللي كان المفروض مرشح لتدريب منتخب مصر سوزا أصبح بعيد شوية عن تدريب منتخب مصر بعد نصيحة سلبية من كارلوس كيروش ليه قال له بلاش يعني بلاش فأصبح الراجل بعد ما كان الأمور قريبة جداً بقى بعيد بومل مدير فني السابق لكودفور كمان بعد عن الترشحات شوية بسبب خلافات مالية ده الوضع حالياً فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب السويسري والحالي لبورتو الفرنسي وأيضاً ضرب أبلي كده لاتسيو الإيطالي رأيك إيه في اللي بيحصل في منتخب مصر؟ ما هوش إيجابي أنك فيه ترشحات وما فيش استعجال وكلها سفاهات محترمة طبعاً مدربين يعني حالك بتشوف مسكين منتخبات منتخبات قوية جداً صح الأهم إن ما بقاش فيه استعجال يعني بقالنا فترة يعني بدخلنا في سنة بقى بنختستعجل شوية والنتيجة بتبقى سلبية صحيح اللي كان بنجحنا قبل كده تلاقي كابتن حسن شحاتها بقعد بالأربعة والخمس مواسم كابتن جور الله رحمه طبعاً فترات طويلة ده صح لكن بقالنا فترة ما كانت ما كانش فيه دراسة ما كانش فيه كان إلى حد ما كان فيه اختلاف ما كانش فيه رأي صائب أو رأي واحد بين المجلس آخرهم طبعاً الكابتن إيهابل اللي طبعاً بنعذره طبعاً ولازم نروا نواة ظلم ولازم طبعاً نعترف بكده فبالتالي اللي بحصل ده ده ظاهرة أجابية لازم بفتأني ولازم ياخد رأي ناس كتير ولازم بس أنا ممكن فيه حاجة كان وجهت ناظري أن أنا عاوز حد يكون على درغية بالكرة الأفريقية شوية يعني أنت حدك بتقول منتخب سويسرة ولازم لا مدربش في أفريقيا خالص هتبقى الأمور صعبة شوية طبعاً أنا قدر أجيب واحد نفس السيرة الزيتية دي وكده وأقدر أجيب أنه كان له مثلاً خبرات زي باتريس كومل مثلاً كان بيدرب كوديكوهر وكان مشاعد رينار في الكثير فيه مناس كتير هتسهل الأمور شوية فأنا معهم طبعاً في الاختيرات والهدوء ده اللي فيه لكن لو فيه حد أفضل يكون على درغية تما بالكرة الأفريقية تفرق معنا كابتل عبدالطيف شرفت ونورت دايماً باستمتع جداً بتواجدك معنا بشكرة ومناك التوفيق جداً شكراً جزيلاً لنهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا بشوفكم يا رب على التحيش